ننتقل إلى كلمة لوزير الخارجي روسي سيركي لافروف تطورات كبيرة وعمليات كبيرة وهي رحيل الهيمنة الغربية والتطور نحو عالم متعدد الأغطاب الغرب يقاوم بشكل شديد ويعمل على قمع منافسيه وكل من يحاول أن يعبر عن استقلاليته في العالم وإن الولايات المتحدة وشركائها يحاولون فرض القواعد على باقي الدول ونحن نلاحظ الآن هناك سعي كبير لمنع وصول روسيا لكي تكون أحد أغطاب العالم متعدد الأغطاب وخلال تلك السنوات كانت قد حضرت لتلك الحرب التي بدأت والتي ضد دولتنا وأكد أن جمهورية الصين والروسيا قد عرضت بأنها تعتبر تحدي لهيمنة المليارد الذهبي هكذا أعلنوا وأيضا يمنع أي واحد من أن يعزز من موقعه مثل البريكس وينسفون عمليات التوحل في منطقات آسيا الوسطى والأورو آسيوية ومنها المنظمات المختلفة وحتى مشروع الحزام الواحد والطريقة الواحد وأيضا فإن هذا يجب أن يكون متطابقا لمثاق الأمم المتحدة والمهام التي نضعها أمامنا فهي توفير تطبيق كافة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وليس عبر اختيار أجزاء منها والمهم هو الاعتراف بعدم وجود بديل لذلك المثاق الذي يشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة مبنية على المساواة في السيادة لجميع الدول وهذا ما كان قد أهمله الغرب دائما في تصرفاته وحتى من دون التفكير بإنجاز مثل هذا البند من مثاق الأمم المتحدة الولايات المتحدة تعمل لمنع انتشار الديمقراطية في العلاقات الدولية وتعمل أيضا بشكل صارخ في هذا الاتجاه وتسعى لاستخدام الأمانة العامة للمنظمات الدولية وتعمل على تطبيق تلك القرارات المبنية على المسؤولين والآليات التي لصالح ومصلحة الغرب وتعمل لكي اتهام أولئك الذين ليسوا مريحين لولايات المتحدة والدول الأخرى وبهدف تغيير الرأي العام ضد أولئك الدول التي لا تستمع لما يطلبه الغرب منها وإن هذا الوضع وما كنت قد ذكرته هو ضرورة تطبيق مثاق الأمم المتحدة وليس فقط من قبل الدول وإنما أيضا من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة ووفقا للفقر مئة من ذلك المثاق بأن يجب أن تعمل الأمانة العامة من دون أي انحياز ونحن نعرف عدة أمثلة وكثيرة لمخالفة مثل هذا البند وأيضا في إطار ضرورة كل الدول أن تؤكد على التزامها في مبادئ المثاق الممتحدة وليس فقط وإنما تطبيقها في أرض الواقع فإن المهمة التالية هي نقل المنظمات التابعة لأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن حيث الغرب ممثل وليس بشكل متساوي أو متكافئ فالمليار الذهبي يشغل ستة أماكن ولذلك نحن سوف نسعى لتوسيع عضوية المجلس الأمن عبر ضم دول إليه من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وإن زيادة عدد الممثلين من الغرب يعتبر ليس له أفق ويخالف المسواة فإذا كان الجميع يقف خلف الديمقراطية فدعونا نطبق الديمقراطية حتى في العلاقات الدولية أنا هنا سوف أتوقف ليس هناك موضوع محدد فيمكن أن تكون الأسئلة منوعة تفضلوا سيداتو بصولة تفضلوا ريانوستي ريانوستي اللجنة لحزب روسي الموحدة أنا كوزنيتسوة عينت كنائبتين لإجراء التحقيقات في ارتكاب جرائد الجرم بحق الأطفال ما هي الصلاحيات التي تقع على هذه اللجنة؟ الآن موضوع الأطفال في الأزمات المسلحة دائما تظهر هذا الموضوع ويحاول البعض أن يستغل هذا الموضوع واستغلال إنحياز المنظمات الدولية وفيما يخص الوضع في أوكرانيا بالذات فإن الأمانة العامة قدم تقرير على أن روسيا لها مسؤولية في عدد مئة من الأطفال نحن نرغب بأن تكون هذه النقاشات تكون مبنية على الحقائق والحقائق التي يتهمون بها روسيا لم يقدمها أحد لنا ونحن في واحدة من الآليات الموجودة في الأمم المتحدة والتي شكلت عبر استغلال الإجماع وهي اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان حول أوكرانيا فهي تذهب وتتحدث مع ممثلي النظام في أوكرانيا ويحصلون على معلومات منهم وعلى هذا الأساس فقط يحضرون تقاريرهم فلا يتواصلون مع أولئك الذين يسكنون ويعيشون على أجهة التابع لنا من خط التماس وأيضا كما خلال ثماني سنوات ممثلي منظمة الأمم المتحدة لم يأتوا إلى الدونباس ونحن حاولنا أن نحصل على إنجاز اتفاقيات مينسك حينها فهؤلاء الممثلون يحصلون على المعلومات فقط من جهة واحدة وفي هذه الحالة من كيف وعبر الحلفاء الذين يمولون المنظمات لكي تقوم بالترويج للأفكار لمصلحة الغرب ولكن يجب أن يكون كل شيء عادلا ونزيها فيجب أن يكون هناك إمكانية للوصول إلى الحقائق الواقعية ومن ثم إظهارها للمجتمع ونحن قبل شهر كانت هناك السيدة غامب وهي ممثلة الأمين العامة للممتحدة ونقلنا لها كمية كبيرة من المواد التي نأمل أنه لن تهمل وسوف تعمل الأمانة العامة على الأخذ بهذه الوثائق فيما يخص الاتهامات بالجرائم الحرب وخرق الحقوق الإنسانية فهناك القليل من الحقائق التي يمكن أن يظهرها الغرب نحن نطلب هذه الحقائق وأن يؤكد ويثبت أعلاناتهم بالإثباتات وفي نفس الوقت مثل هذا النهج لمطالبنا والتي تؤكد وحشية المقاتلين الأوكران والكتائب النازية عندما يقومون بقتل القتل والجنود المكبلين بعبر رصاصة في الرأس وأيضا أكثر من ذلك من تلك الجرائم التي النازيون لا يخفونها وإنما يصورونها ويظهرونها في الإنترنت وفي الشبكات الاجتماعية ولكن فإن هذه الحقائق لوحشية النازيين لا يتم ملاحظاتها من قبل الأمانة العامة في الأمم المتحدة أما الآن فنعطي الكلمة لريتر تحية طيبة مع الوزير بوجه أن أسأل بعد التمرد المصلح لدى أغلبية ظهرت ما خاطر بشأنه الهدوء والاستدباب في روسيا هل تجهد روسيا استدبابا حاليا استقرارا وهل يمكن أن نقول أن روسيا لا تنزلق إلى الفوضى نحن لسنا ملزمون بشرح وتقديم أي تعهدات وإنما نحن نعمل بشفافية والرئيس كان قد تحدث عن هذا الموضوع وجميع القوى السياسية في بلدنا تحدثت عن هذا الموضوع وإذا كان لأحد هناك أي شك هذه تعتبر مشكلته فنحن لدينا شك بعدم عقلانية عدد كبير من القادة الغربيين الذين يتحدثون وبشكل رسمي على أن حكوماتنا نعرف أن سكاننا ومواطنين يعانون هكذا يقولون ولكن يجب أن نجبل روسيا على الهزيمة لكن من نسبة لمصلحتنا فنحن نقول لا تقلقوا وإن روسيا دائما من أية أزمة تخرج دائما أكثر قوة وهكذا سيكون حتى في هذه المرة ونحن نشعر أن هذه العملية قد بدأت هذا ما يعترف به بالمناسبة العديد من المحللين في الغرب وليس صدفة أنه في بداية الأحداث في يوم السبت بعض المسؤولين في الغرب قالوا أن هذا يشير إلى أنه تشققت واجهة الاتحاد الروسي وبنفس الوقت كانوا قد اعترفوا أنهم يحاربون ضدنا وليس ضد أوكرانيا وهذا يعني أنه إذا كان هناك محاولة للتمرد فهذا يعني أننا نحن على الطريق الصحيح بتمويل وتسليح أوكرانيا هذا ما قاله باريل وهذا يثبت أن من يحارب ضد من فشكرا على قلقهم ولكن نحن باستطاعتنا أن نحسن الوضع نعود إلى وكالات رسمية انترفاكس تحية طيبة هل لتقييمات روس لفترة أسبوعين هل هناك فرص لتحقيق إيّة تقدمات في صفقة الحبوب وهل تستمر روس في تقوية العلاقات مع الأمم المتحدة والسؤال الثاني هل تأخذ موسكو بعن الاتبار إمكانية الانسحاب من معاهدة الغذاء العالمية هل تأخذ موسكو بعن الاتبار إمكانية انسحاب روس من منظمة الغذاء العالمية كما تتذكرون فإن هذه الصفقة كانت إذن مشاهدين نكتفق بهذا القدر وكننا معكم في متابعة لهذه الكلمة وهذا المؤتمر الصحفي المباشر من موسكو لوزير الخارجية روسي سيريا لافروف الذي أشار فيه إلى أن هناك سعي كبير أن هناك سعيا كبير لمنع روسيا من أن تكون أحد أقطاب العالم المتعدد وقال إن الدول الغربية تسعى أيضا لمنع تشكيل روسيا عالما متعدد الأقطاب وزير الخارجية روسي لافروف أيضا قال لتنفيذ القرارات التي تخدم مصالح الغرب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات